جزاكم الله خير وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول محمد المقبل من الرياض ألا محمد يعرض لقضية يقول أود إحاطة فضيلتكم إلى موضوع هام ألا وهو ما أراه في كل عام في شهر رمضان المبارك عندما أذهب لأداء العمر وقضاء بعض الأيام هناك حيث أنني أرى كثيرا من النساء هداهن الله يحرصن على أداء كل الصلوات المفروضة في المسجد الحرام مما يعرضهن لمضايقة الرجال في الطرقات وعند الدخول والخروج من الحرام وهذا الأمر خلاف الشرع كما يقول حيث أنه حسب علمي أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولكن كثيرا ما تناقش هذه القضايا من بعض النساء فتقول بأن صلاتها في الحرم تعادل مئة ألف صلاة ولا تريد أن تخسر هذا الفضل العظيم خلافا لصلاتها في الشقة أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الموضوع وهل تقترحون حلولا معينة حتى يسلم النساء من الاختلاق والمزاحمة مع الرجال جزاكم الله الخير لا شك أن المزاحمة فيها خطورة وفيها فتنة وقد يحصل فيها من الآثام أكثر مما يحصل من الأجر في العمرة وفي صلاة في المسجد الحرام قد يكون الإثم أكثر إذا حصل فتنة أو حصلت مزاحمة وشرور بين الرجال والنساء لا شك أن العمرة مستحبة ليست واجبة إذا ترتب على العمرة المستحبة ارتكاب محرمات وارتكاب أثام فإن العمرة لا تجوز في هذه الحالة لأن المضرة أكثر والخسارة أكثر من الربح أيضا قولها أو قول السائل عن بعض النساء إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة هذا نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ليس خاصا بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة وإنما هو عام في كل الحرام عام في كل الحرام ولله الحمد فالصلاة في الحرام تحصل فيه هذه المضاعفة الكثيرة والمرأة مأمورة أن تصلي في بيتها في الحرام وفي غيره صلاتها في بيتها أفضل لها ابتعادا عن الفتنة قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إمار الله مساجد الله بيوتهن خير لهن هذا عام في مكة وفي غيرها فبيت المرأة خير لها والأجر الذي يحصل لها بخروجها في الصلاة في الحرام يحصل لها بالصلاة في شقةها لأنها في داخل الحرام ولأن صلاتها في شقةها وفي منزلها فيه ستر لها وحفظ لها وسلامة من الآثام ومن المخاطرات أيضا تخصيص رمضان بالعمرة وإقبال الناس عليه كأنه حج كأنه موسم حج هذا مما يسبب الزحام ويسبب الفتن ويسبب تسيب النساء والأولاد في الشوارع ليلا ونهارا وضياعهم وعدم إشراف وليهم عليهم وهذه فتن ومحاذيل والعمرة ولله الحمد مشروعة في كل السنة ليست خاصة في رمضان مشروعة في كل الأشهر وفي كل السنة فيتحين الإنسان الأوقات التي ليس فيها زحام إذا كان سيذهب معه بنساء يتحين الأوقات التي ليس فيها زحام ولو لم تكن في رمضان ويحصل له الأجر والثواب إن شاء الله الحاصل أن العمر في رمضان مستحبة وفيها بضل ولكن إذا ترتب عليها آثام ترتب عليها فتن فإن تركها أفضل من فعله جزاكم الله خير وأحسن إليكم أيضا يريد بعض الحلول كتخصيص أبواب معينة لدخول النساء وتخصيص جزء من المسجد الحرام والمسجد النبوي ليبقى فيه النساء دون أن يقتلطنا بالرجال وهكذا شيخ صالح كل هذا موجود ولله الحمد خصص للنساء أمكنه في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي وخصص لهن مداخل خاصة بهن ولكن الشأن في الانضباط وحرص الإنسان على السلامة هذا هو الشأن لأن بعض الناس لا يبالي فتضيع المسؤولية حينئذ الله مستحب